بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا مع خبر السماء مع الوحي يتنزل على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم و مع هذه الحلقة الأخيرة من صورة الناس هذه الصورة العظيمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم و ما زلنا مع من شر الوسواس الخناس أن هذا الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس الشيطان الماكر الذي يخنس و يذوب و يضمحل إذا ذكر الله سبحانه و تعالى و إذا لجأ العبد إلى ربه سبحانه و تعالى و ذكرنا كيف أن الله أمرنا أن نلجأ إليه بأكثر من صفة من صفاته لأن العدو الآن هو عدو ماكر عدو يخدع عدو بحاجة أكثر أن تعتصم و تلوذ إلى الله سبحانه و تعالى من شره ثم قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس بآثار وسوسته هذا الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس بما يضرب بخيله على قلب هذا العبد فإنه لا يأتي كما ذكرنا بعدو ظاهر إنما يأتيك خفية ولا يأتيك مباشرة و يأمرك بالذنب و بالمعصية إنما يأتيك بصورة الناصح بصورة الأمين بصورة المشفق نعم هكذا يأتي الشيطان لأحدنا إذا أراد منه أن يجعل له مكيدة أو أن يجعل له أن يقعه في ذنب فإنه يأتيه بصورة الناصح الأمين يأتيه بصورة المشفق يقول له كفاك هكذا عبادة الله أرحم بك أن تلحق بك المشقة الله أرحم بك أن تدرك بنفسك هذا التعب الله غفور الرحيم و لا يذكر العبد إلا بالآيات الرحمانية و آيات المغفرة تأمل إلى قوم نوح كيف يأتيهم الشيطان و يوسوس لهم بطريقة خفية حتى نستعيد و حتى نلجأ إلى الله بهذه الصورة دائما صباح مساء يأتي إلى قوم نوح و ذكر الله سبحانه و تعالى أن ما بين آدم و نوح كان هناك على التوحيد و ناس على التوحيد ذكرهم الله في صورة نوح وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه و تعالى من يغوث و يعوق و نصرة هؤلاء أناس كانوا صالحين كانوا على التوحيد و لكن ما الذي حصل بعد ذلك بعد أن ماتوا جاء الشيطان إلى أناس يقول لهم ألم يكن فيكم رجال هؤلاء كانوا على الصلاح و على التوحيد و يحكم ألم تقدرهم و تنزلهم منزلتهم تأمل كيف الشيطان يأتي بهذه الطريقة الوسوسة ماذا نفعل قال أبنوا لهم مقامات أبنوا لهم صومعة أبنوا لهم جدار على قبورهم حتى يكون لهم احترام و تقدير أتى هذا الجيل و بنى لهم ما أمرهم به الشيطان و وسوس لهم به من باب الناصح الأمين ثم يموت هذا الجيل فيأتي جيل آخر فيقول ويحكم أنسيتم ودا وسواعا و يغوث و يعوك و نصر هؤلاء الصالحون الذين كانوا على التوحيد ويحكم إذا نزلت بكم بلوى الأصل بكم أن تذهبوا إلى قبورهم و أن تدعوا عندهم الذي له حاجة المرأة التي لا تذهب و تدعو عنده يغوث و يعوك و نصر صاحب الحاجة الفقير المريض أتى هذا الجيل فذهب إلى القبور بدأ يدعو مات هذا الجيل تأمل الشيطان خطط بعيدة الاستراتيجية على سنوات طويلة كيف يوسوس ثم يأتي جيل آخر فيقول له ويحكم ويحكم كان آباءكم و أجدادكم يقدرون هؤلاء أصحاب الأضرحة أصحاب الكبور هؤلاء الناس الذين ماتوا على التوحيد أكثر منكم ماذا نصنع و يحكم صلوا لهم أسجدوا لهم قال فبدأوا يعبدونهم من دون الله في صورة نوح لما ذكره الله سبحانه وتعالى عن ود وسواع و يغوث و يعوك و نصره حتى نحضر من وسوسة الشيطان أنه لا يأتينا بصورة العدو المباشر إنما يأتيك بصورة الناصح الأمين يأتيك بصورة أنه المحب المشفق إليك فلذلك احرص منه دائما و لجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما منه هابيه الوقابيل هابيه الوقابيل ما الذي حصل بينهما لو لا وسوست الشيطان الله سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة من هابيل و لم يتقبلها من قابيل فوسوس إليه الشيطان فأدخل الحسد في قلبه و بدأ يقول له ويحك قبيرها الله من أخيك و لم يقبلها منك ويحك كذا كذا حتى ذكر الله سبحانه وتعالى التفصيل والشيء الجمالي التي يكون في الآية فقال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين قال العلماء تأمل إلى اللفظ القرآني أن الله سبحانه وتعالى يقول اختار هذه الكلمة فطوعت له نفسه و لم يقول سبحانه وتعالى كلمة أخرى زينت أو أو لا إنما فطوعت قال العلماء لأن التطويع هو يكون كالترويض والشيطان لا يأتيك مرة واحدة فيقلب موازينك ويقلب معاليمك النفسية ويقلب أحاسيسك ومشاعرك مرة واحدة لا قال فطوعت له كيف الإنسان يطوع الخيل حتى تمشي ويروضها يوما ويوما ويوما أول يوم كره في أخوه قال له قبل منه ربك ما قبل منك أنت يا قابيل هابيل لبضة بيقبل منه ما بيقبل منك ليش اليوم الثاني بيحكي له شوف شوف هابيل كيف شايف حاله شوف كيف نافخ حاله اليوم الثالث كذا كذا قال فطوعت له الشيطان يوسوس 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 حتى وصل هذا العبد إلى مقام أن يقتل أخيه إذن ما هذه الجرعة على ذلك كل ذلك لأن العبد سلم أذنه وقلبه للوسواس الخناس فلذلك هذه الرسالة حتى نحصن أنفسنا علينا دائما أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن نلوذ إلى الله سبحانه وتعالى أن نعتصم بجناب الله سبحانه وتعالى حتى لا يقعنا الوسواس الخناس بشراكه وشركه حتى لا يقع الوسواس الخناس بخيله ورجله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم جميعا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذا وصلى الله وسلم على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان